خليني أبدأ مع حضرتك بمباراة الأهلي والمريخ شفت هذه المباراة زي يعني طبعا يعني أولا بمبارك للنادي الأهلي لجهازه ومجلس الإدارة واللعبين وجمهير النادي الأهلي كلها طبعا يعني كانت مباراة تعتبر عنق زجاجة لازم يمر منها النادي الأهلي بأي طريقة ويفوز بالثلاث نقط بصرف النظر وده بيحصل كتير إن النادي الأهلي بعدما كان متقدم 2-0 حصل يعني شيء من التكسر شوية أو الهدوء شوية والهدف الأول جيء في وقت صعب قوي لو قبل نهاية الشوت الأولاني بدقائتين أو ثلاثة فخلى فيه دفعية أعلى عند المريخ في الشوت الثاني النادي الأهلي ما بدأش زي ما بدأ في الشوت الأول لأنه كان لازم يحاول بعدما بقوا 2-1 يبقى عامل حسابه في أنه يحاول يجيبه جول التالت يريح للعيبة ويعمل عملية إحباط نسبي لفريق الخصم اللي قدامه لكن للأسف الشهيد بخطأ يعني ودوارد في كرة القدم وصلوا للتعادل 2-2 لكن بعزيمة وبروح النادي الأهلي في البطولات قدر النادي الأهلي يرجع مرة تانية وفي الأول وفي الآخر بيبقى الأهم دايما وده يمكن اللي قاله مستر مصيماني في المؤتمر الصحفي أن أنا كان مهمة عندي قوي التلت نقاط الأول لأن طبعا الإخوة الإعلمين بسألوا برضو عشان يعرفوا إيه الأسباب والأمور دي كلها والراجل يتكلم ويجاوب على حاجات كتير وقال في الآخر أنا بيهمني أن أنا أكون أخذ التلت نقاط فطبعا يعني النادي الأهلي بيلعب مبارياته متلاحقة يمكن أنت في الفقرة الأولى اتكلمت عن ضغط المباريات عند النادي الأهلي وطبعا فيه نقطة يعني مهمة جدا أنت حضرتك اتكلمت عليها اللي هي منتخب مصر النادي الأهلي قوام المنتخب تقريبا حوالي 50% منه بيشكل من لعبة النادي الأهلي فلو أنا كاتحاد كورة منظرتش النظرة دي عشان عندي متشين مهمين يوم 25 ويوم 29 مارس يحددوا من الصاعد إلى كاس العالم في شهر 11-22 في قطر فممكن ضغط المباريات دي ما بين مباراة أمس مباراة يوم الثلاث مباراة يوم الاثناشر مع السفر مع إجهاد وبعدين ترجع عشان تخش في معسكر مع الفريق القومي قبلها كمان لسه في مباراة المريخ ممكن تبقى دي نقطة سلبية كبيرة فلازم اتحاد الكورة يراعي ظروف الأندية كلها اللي بتشترك في المسابقة المحلية والمسابقات القرية فده طبعا ممكن يبقى لي تأثير سلبي على الفريق القومي وخاصة أن تشكيل الفريق القومي منه تقريبا خمس لعيبة على الأقل بيبقوا في الملعب خمس لعيبة كتير قوي أنه يبقى عندهم إجهاد أو عندهم إشباع من كرة القدم فده ممكن تبقى عامل سلبي مش عامل إيجابي يعني كل يومين ثلاثة مباراة دي صعبة جدا لكن في النهاية يعني دينا بنقول رأي وفي النهاية طبعا القرار للمسؤولين لكن نحاول نلفت النظر للأمور دي عشان خاطر الفريق القومي لو مفيش مبارايات دولية مفيش مفيش خلاص بقى المسابقة المحلية مشي على وطيرة واحدة على كل الأندية مضبوط